السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي بناتي طلبة طالبات الصفح الأول السنوي إن شاء الله نكمل معكم الجزء الثاني النهاردة من الكابسولات اللي قلنا فيها مسائل مهمة وهي مهمة جدا فعلا بالنسبة لأولى سنوي في الكيمي طبعا في الكنفية طلبة بيتناقش بخار الفصفور طبعا بخار الفصفور معروف إنه هو بيبقى أربعة في واحد وتلاتين ولكن مسألة عدد الزرات وعدد الجزيئات وعدد الأيونات بنحسبها اللي هي الكتلة العادية بس دي ملاحظة عشان برضو مش عاوزين يعني نشكك في بعض في حل المسائل خلاص لإنه أسالي بالنت تلوقتي بقت مش كويس نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم المسألة رقم 11 الغاز الذي يكون حجم أعطيني حجم كتلة يعني كلمة حجم ديت هي اللي مش مطلوبة بيقول لي حجم كتلة منه حجم 6 من 10 جرام يعني دي كتلة خدوا بالكم منه الحجم بقى بيسوي كام؟ 80 ملي عند الظروف العادية تكون كتلاته المولية المرة دي طالب الكتلة المولية أنا وعدتكم لترككم للمسائل دي منوعة فعلا خلاص يعني هنا طالب الكتلة المولية نفكر فيها إزاي المسألة اتفقنا عدد مولات كتلة مولية في حجوم هنكتب حجم وتحت الحجم ما كان عدد أفو قدره بنكتب 224 من 10 لتر طيب الكتلة المولية هي اللي مطلوبة بعمل عليها X طيب هو أعطيني الكتلة الجرامية 0.6 جرام نعمل ضرب تبادلي ونفتكر إن الثمانين ملي يعني لازم نقسمها على ألف عشان تبقى بإيه بالليتر فطبعا أنا قسمتها لكم 0 مع 0 يبقى تمانية من مية إيه لتر ضرب تبادلي الـ X أبص عليها المرة دي مضروبة في إيه في الثمانية من مية و 224 من عشرة مضروبة في ستة من عشرة الناتج بطلع لي الرقم اللي هو حرف C اللي هو 68 جرام لكل مول دي كتلة المولية ونجربها بالآلة الحسبة ونتواصل مع بعض في الجزئية دي ناخد بالنا من الكلام اللي أنا بقول لكي ناس عايزة يعني تفهم تمام نيجي رقم اتناشر رقم اتناشر أنا طبعا بخبيلكوا قبلها وبعدها عشان إيه آآ ما نسرحش كده في الكاميرا ونبص فقو تحت تعالوا هنا بقى كده بيقول لي حجم الهايدروجين اللازم حجم الهايدروجين اللازم لإنتاج 11.2 من عشرة لتر من بخار المية عند الظروف العادية STB Standard Temperature and Bridger خلاص الظروف القياسية من درجة الحرارة والضغط بيساوي عشان في ناس بتسأل على الرمز ده عبارة عن ايه الظروف القياسية اللي هي العادية خلاص هو طالب ايه بقى بيقول لي حجم الهايدروجين اللازم لإنتاج 11.2 من عشرة لتر من بخار المية بيساوي يبقى هو طالب حجم الايه الهايدروجين تمام طبعا المية بتتفكك في التامتر هوفمن تانية ايدادي شوفوا تانية ايدادي جيبنا منها معادلة ايه تفكك او تحلل المية يبقى اتنين اتش تو او تدحول الى اتش تو زائد او اتو نسبة الهايدروجين الى اكسجين معروفة اتنين لوحد طب يلا نحول المولات نحول المولات المولات الى ايه حجوم لان دي قاعدة الحجوم هنا خلاص ما جاب ليس سيرة حجوم مولات هنا خالص تمام ولا اي حاجة ولا كتلة مولية حتى كلها حجوم في حجوم يبقى هنا 22.4 من 10 اللتر وانا اتنين وعشرين واربعة من 10 اللتر وما لانا عملت ايه هنا الاتنين مول هنا بسيب الاتنين هنا زي ما هي يبقى اتنين في اتنين وعشرين واربعة من عشرة طيب بالنسبة للهايدروجين اتنين برض شي طب هي الطرف ده زي الطرف ده ازا الحجم ده هو هتلع لنافس الحجم ده لان انا هضرب ضرب تبادل يعني الاكس خلاص انا اختصرت اساسا نعم لان اعلمت السهم يعني يساوي في الرياضة وفي الكيميا خلاص يبقى في الحالة دهيت سوينا دول ببعض ولو ما سوينا همش الاكس هتبقى مضروبة في اتنين في اتنين واربعة من عشر تفوق اتنين في اتنين في اربعة او اتنين وعشرين واربعة من عشر في الحداشر واتنين من عشرة هنختصرهم قصة بعض المهم الناتج هتلع لي حداشر واتنين من عشرة ايه اللي هي رقم ايه بقى دي رقم اتناشر اه رقم تلاتاشر رقم تلاتاشر مع قيمة الكتلة المولية لغاز اكس بنعدي فيه غاز اكس خلاص ما قال ليش اسمه ما قيمة الكتلة المولية لغاز اكس اذا كانت كتلة زيرو بوينت اتنين خمسة او يا خمسة وعشرين من ايه من مية لتر منه بتساوي هزا الرقم كتلة جرامية يبقى الكتلة المولية خلاص احط الكتلة المولية وطلبها ما قيمة الكتلة المولية يبقى اقول واحد مول بره بايت كلا في الهوى خلاص اقول كتلة مولية مع الحجم خلاص الحجم بحط تحتيه اتنين وعشرين واربعة من عشرة كال عادة زي عدد افجادر ما كنا بنحطه هنا طالما هنا حجوم خلاص وطلب الكتلة المولية بمعمل اكس تحت الكتلة المولية طيب هو اعطني قد ايه سبعة من عشر جرام من الكتلة جرامية طيب ما قيمة الكتلة المولية اللي غاز كذا اذا كانت كتلة اه اللي هو الرقم اللي هو عطوه لليتر ده حجمها يبقى الوقت هنا زيرو بوينت خمسة عشرين مية لتر يبقى وحطها تحت الحجوم ضرب بتبادلي او المقص او ضرب بطرفين فاصلتين قلنا دي كلها الفاصل لسلعة واحدة زي ما بيقولهم حط الكاميرا المسألة طارت في الكاميرا تاني تاني بسرعة مع زيارة مع قيمة الكتلة المولية طالب الكتلة المولية حاطة اكس تحت الكتلة المولية خلاص اذا كانت كتلة ربع لتر يبقى ربع لتر هحطها تحت الحجوم تفوقيها اتنين وعشرين واربعة من عشر طريقة سهلة بالمناسبة وتوفى لنا حاجات كتير تساوي سبعة من عشر جرام دي الكتلة الجرامية ضرب بتبادلي زي ما قلنا هتبقى الاكس مضروبة في ربع لتر خلاص وعندنا هنا سبعة من عشر مضروبة في اتنين وعشرين واربعة من عشر يبقى يدين الرقم ده وده موجود فعلا هنا عندي في الاجابات اللي هو حرف ايه دي رقم تلات عشر نيجي رقم اربعة عشر اربعة عشر مسألة ممكن تلخبط حد يعني ممكن ايه الاكسات وايه الضرب والبتاع ده سيبينه زي ما هو ولا اي حاجة خالص نمشي طبيعي خالص المسألة نقرأ المسألة مع بعض يتفاعل تلاتة من عشر جرام من الماغنيسيوم مع وفرة من حمض الهايدروكلوري كلمة وفرة يبقى شير الحمض والملح بتاعه تاني كده يا مصدر يتفاعل تلاتة من عشرة من الماغنيسيا من الماغنيسيا ما هو تبتعال بقى الشق التاني اللي يثبته معايا هيقول ما العلاقة بين التي يتم بها حساب غاز الهايدروجين المتصاعد المتصاعد خلاص اه اه يعني عند ايه اسيتي بي زي ما قلنا باللتر يبقى عايز العلاقة باللتر يعني حجوم يبقى الوقت هنا الماغنيسيا خلاص واحد مول من الماغنيسيا من معادلة قدامي هي واحد مول من اين من الهايدروجين كلام جميل واحد مول من الهايدروجين اتنين وعشرين واربعة من عشر اللتر. تمام. يبقى كده ماشيين صح. يبقى الماغنيسيوم. وصد واحد مول واحد مول من ماغنيسيوم اهو. خلاص مع واحد مول من اين? من الهايدروجين. طيب واحد مول من الهايدروجين حجوم يبقى اتنين وعشرين واربعة من عشر. طيب هو طالب حجم الهايدروجين. تمام? هنا اعطيني زيرو بوينت تلاتة او تلاتة من عشر ايه جرام. لو عملنا ضرب تبادل. مال اللي اللي نعمله هنا ايه بقى? الكتلة المولية. ولذلك تلاحز او تلاحظي ان هو عامل لك الكتلة المولية بتاع الاية الماغنيسيوم اربعة واشرين. تمام يبقى الماغنيسيوم هو عوزة العلاقة بين حجم غاز الهادرجين خلاص. المتصاعد اللي هو الايه التبال والتر. خلاص يبقى Ded Long الكتلة المولية بتاعته اربعة واشرين هو عاطيني تلاتة من عشر جرام. هنا نسبة الحجوم اتنين وعشرين واربعة من عشرة. خلاص زي ما حطنا عدد افجادر الرقم بتاعه تحت الايه? الا هنا. ساعة ما كان عايز جزء او زراء. يبقى ضرب تبادلي ازا حجم يساوي. الاكس مضروبة في الاربعة وعشرين. هنا زيرو بوينت تلاتة مضروبة في اتنين وعشرين واربعة من عشرة. طبعا سايب لي هذا الخيار زي ما هو. يعني الناتج زي ما هو ما اختصرناش. خلاص ما نختصرش بقى. ونقول لازم اطلع المسألة للاخر. طبعا كده يبقى احنا ايه? مش هنطلع ناتج من النواتج اللي موجود. مسألة رقم خمستاشر. تابعا للتفاعل عاطيني تفاعله. اتنين ان او. خلاص زي او تو. اداني اتنين ان او تو. ما حجم غاز ان او تو اللي هو في النواتج. الناتج من تفاعلة عشرين ميلي. لازم تحولها الى ايه? لتر. نقسم على الف. من غاز ان او. تمام. مع وفرة من الاكسوجين. يبقى نكنسل الاكسوجين. مش معان. يبقى ما يقول لوفرة الناس اللي في ذاكر كيميا الاول مرة. او يعني ما همش فاكرين. الوفرة بشطب عليها علامة كروس كده او اكس. في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة اللي هي الاس تي بيها. تمام. دعالوا بقى كده. انا عندي هنا اتنين مول من ان او. حطتلي اتنين قداما هي. اتنين مول من ان ا ا تنين مول من ان او. اتنين مول من ان او Ital. اللي هو الناتجة او. طبعا احنا بنتكلم عن حجوم. يبقى الطرف اللي فيه الحجم واللي مطلوب فيه الحجم. هنحط ايه? واخدوا بالك. هنا غاز وهنا غاز. اذا كلها حجوم. مفيش حاجة تانية. يبقى الاتنين هاضربها في اتنين وعشرين واربعة من عشر. هنا اتنين هاضربها في اتنين وعشرين وعربعة من عشر. بكزو تاني كده انا قصد ايه? ان الطرف ده بيساو الطرف ده. يبقى يكسل حجم بس باللتر. هي هتبقى عشرين على الف. خلاص يعني اتنين من الف. خلاص. عشرين من الف هنكسل زيرو. مع زيرو يبقى ايه? اتنين من مية. خلاص? يبقى اكس حجم هتبقى اتنين من مية. اتنين زيرو بوينت اتنين. يبقى هنا اتنين من مية. الاكس هتطلع لي اتنين من مية. طب هو عاوزها بالليتر. تمام? يبقى اكس حجم هتبقى اتنين من مية في الف يعني هتطلع لي ايه? عشرين. لان اتنين من مية في الف. الزرو هنا والاتنين هنا. يبقى الوقتي هنا اتنين من مية زرو بوينت زير. يبقى تتضرف في الف. اتنين علامة هيروح مع بعض هتتحط ايه? هتطلع لعشرين ايه? ميل. عشرين ميل. يبقى مسألة برضو فيها فكرة. نيجي للمسألة رقم ستاشر. مسألة رقم ستاشر. نبص كده على المسألة ستاشر مع عدد جزيئات. كلمة عدد جزيئات هي هرجع لأفو جدرو تاني. افو جدرو تاني. تمام? نرجع لأفو جدرو تاني. يبقى بداية المسألة هي اللي بتحدد لان هعمل ايه? تمام. يبقى عدد افو جدرو والحجم طالما دخل في الحجوم. اهو. يبقى عدد افو جدرو وهنا ايه? حجم وهنا ايه? عدد المولاد. دي اللستة احنا بنكتبه. هنا مجاب ليس سيرة كتلة مولية ولا كلام من ده. هو عاوز عدد الجزيئات. كلام جميل. عدد الجزيئات بعمل اكس ايه الجزيه. طيب هو بيقول لي ما عدد جزيئات الاكسوجين تمام? في عينة حجمها. حجم بتاعها. اه ربا مية ستة وستين وستة من عشر بنحطها تحت الايه? الحجم. خلاص? والحجم الاصلي اللي هو الرقم اللي احنا بتكتبه. خلاص? زي عدد افو جدرو كده. هنا اتنين وعشرين واربعة ايه من عشر. تحتها الرقم ده وبقسمه على الف لان الاستاذ اعطيني هنا بالميل ليه? لازم بالليتر. خلاص? لان اتنين وعشرين واربعة من عشر بالليتر. ضرب تبادلي هنجيب الاكس. ودوالكو المسائل كلها معمولة بالطريقة دي وسهلة. موضوع المسلسات عايزين تجربوا بها بس هتستخدموا اكتر من مسلس وكل مسألة. يبقى في الحال ده درب تبادلي. يبقى الاكس مضروبة. الاكس مضروبة في اتنين وعشرين واربعة من عشرة. خلاص? تمام. طيب هنا الرقم ده بنقسمه على الالف. فمعروف ان احنا هننزل الالف ايه تحت? يبقى الرقم ده مضروف في عدد افو جدرو ما تنسوش. يبقى الناتج النهائي بالالة الحسبة. اطلع لواحد وروبع في عشر قس ايه? اتنين وعشرين. قس اتنين وعشرين. خلاص? في صفار بتروح مع الاشارات. يبقى هنا قس ايه? واحد وربع قس اتنين وعشرين. ومبدئيا ما فيش واحد وربع هنا تاني. خلاص? عشان برضو ما تقولوش المصدر ايه? صلحها كده هو بايه? بيحل المسألة. خلاص ده الناتج اللي طالع بالالة الحسب. نيجي رقم سبعتاشر. عند خلط. عند خلط. اربعتاشر جرام من غاز سي او. مع وفرة من الاكسوجين. ركزوا كده. غاز سي او مع وفرة من الاكسوجين. يبقى دي بداية التفاعل. يبقى سي او احنا بنكتب المعادلة احنا. معروف ان هو الاكسوجين. لما نضيف له اكسوجين. ونوزن المعادلة بتطلع بهذا الشكل. يبقى اتنين سي او زيد او هتو. بديني اتنين سي او هتو. كلام جميل. هي دي المعادلة الاصلية. طب وبعدين. ايه العمل هو طالب ايه? عند خلط اربعتاشر جرام بحطها تحت الجرامات. خلاص تحت الكتلة المولية. تمام. يبقى في الحالة دهيت من غاز اول اكسوجين بالشطب. يبقى الحوار ما بين اتنين سي او و اتنين سي او هتو. تمام. يبقى اتنين. فانه حاجم غاز ثاني بقصيد الكربون. يبقى بطبق قاعدة الحجوم. اتنين وعشرين خلاص. و اربعة من عشر. تمام. يبقى هاضرب الاتنين فيها. لان هنا اتنين. طيب. الكتلة المولية سي او اولا الاتنين. هتتضرب في الكربون. يبقى اتنين فيانش. اتنين هتتضرب في 식 orange. تمام كاميرا دايما يعني تعمل معانا مقالب مش مشكلة يبقى نقول تاني اتنين سي او زايد او هتو بتديني اتنين سي او هتو تمام هنا حجوم قلنا يبقى نستخدم ايه لانه طالب الحجم هو طالب هنا حجم سانوكسيو الكربون يبقى باستخدم ايه اتنين وعشرين واربعة من عشر هنا اتنين باضربها فيه طب هنا كتلة مولية لأول اكسيد الكربون طبعا هنقول اتنين فيه الاثناشر زايد اتنين فيه الستاشر اطلع له الرقم كام ستة وخمسين جرام دي كتلة مولية لاثنين مول من سي او طب هو عاطيني الكتلة الجرامية اربعتاشر ضرب تبادلي الاكس لترا اللي هو الحجم اللي هو طالبه بتاع سانوكسيد الكربون اطلع لي حداشر واثنين من عشرة واستخدموا الالة واجربوا يا جماعة انتو بتحلوا نيجي مسألة رقم 18 رقم 18 نركز اول كده ونبص على الكاميرا الاول قبل ما نبدأ تمام كده واضح اه بس ايه نخفي المسألة اللي تحتها طيب تبعا للمعادلة اللي عطها اللي دي عاطيني معادلة بتاع الميسان تفاعله مع الكولور دي تفاعلها الجنة ناخده في ثلاثة سنة وفي الكيميا ان شاء الله بيقول لما كتلة سي سي اللي فور الناتجة من خلط واحد واثنين من عشرة مول من الميسان اللي هو عطهه لكام واحد وحداشر من مية مول من الكولور تمام مسألة دهية طبعا فيها فكرة العمل المحدد العمل المحدد بنعمل التفاعل على مرتين وبنقسم الورقة نصين كده يبقى المعادلة بكتبها الأول المعادلة مكتوبة قدامي هاي فوق ميسان هعمل ميسان مرة مع سي سي اللي فور والكولور مرة مع سي سي اللي فور خطوة خطوة كده بالراحة أولا هنا واحد مول من الميسان تركزوا بالأرقام الواحد مول يفرق هنا يبقى واحد مول ليه لان الكولور بصو كده اربعة مول من سي اللي تو حطت اربعة مول هنا واحد مول من الميسان يبقى واحد مول مع سي سي اللي فور الألة الحسبة هنحسب وعطيني الأرقام كلها بتاع الكتلة المولية أو الكتل بتاع مين الزرات اللي عنده خلاص فبنحسب الميسان ونحسب هنا هنسيب دي بالمولات لأنه يعطيني الجنب دا بالمولات هنا هو تبجراماه نكزه في المسألة لأنها حلوة يبقى هنا كتلة جرامية بحسبها السي سي اللي فور مرة خلاص وهي هيها المرة طب هنا ما حسبناش كتلة مولية لا ده هو هنا عايز مولات يبقى هنا مولات مع مولات كتلة مولية مع كتلة جرامية نكزه مسألة حلوة وببساطة ممكن تيجي في الامتحان خلاص لان دي بني اعتبرها اللي هو العامل المحدد طب هو ما قاليش العامل المحدد لا ما هي كده مسألة دي بتقول ان دي مسألة عامل محدد خلاص ما كتلة CCL4 الناتجة من خلط واحد واثنين من عشرة مول من الميسان اده مرة من الميسان مع واحد وواحد من عشرة مول من القلور وعمل لي CCL4 عشان مطلق بقش تمام يلا نشتغل واحد مول مع مية اربعة وخمسين كتلة مولية وهنا كتلة مولية زيها الاختلاف واحد مول هنا اربعة مول هنا اعطيه لواحد واثنين من عشرة مول هتدي كم جرامات اذا اكس جرام تربي تبادل زي ما قلنا ونركز مضروبة في واحد واحد واثنين من عشرة مضروبة في مية اربعة وخمسين الناتج هنا اطلع لكام مية خمسة وتمانين جرام كلام جميل تعالوا هنا اربعة مول CL توب تديني المركب ده الوهر رابع كلوريد الايه كربون. اربع مول من سانيكسيت كربون بديني الكتلة المولي. طيب واحد 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 اشرب من مية مول هتديني اكس كام جرام. ادتني اتنين واربعين وسبعة من عشرة. ازا هي النسبة. الاقل اللي هي تعتمد. اللي هي عندي اتنين اتنين وكام واربعين وسبعة ايه من عشر تمام يبقى الوقت هنا اتنين واربعين وسبعة من عشر ايه جرام ملاحظين برضو ان ما جاب ليش العامل المحدد فيه ناتجين طالعين عندي يهم خلاص هل هو جايب لي هزي الارقام عشان يلخبطني اه وهو عاطيني هنا برضو هتقول المسألة طالع فيها اتنين والمفروض حاجة واحد لا مسألة دي عامل محدد خلاص وشوفوها في الكتب موجودة في اللستة او القائمة بتاعت الايه العامل المحدد وما تيجي علاقة كده بالطريقة دي تيبقى هي دي العامل محدد ولذلك هي اتنين واربعين ايه اتنين واربعين ايه جرام نيجي لرقم تسعتاشر رقم تسعتاشر ما كتلت ضبط الكاميرا اه ما كتلت الرقم الوع طهولي تلاتة وواحد من مية فعشر والستاتة وعشرين زرة من السوديو مسألة حلوة فيها فكرة احنا قلنا فيها افكار يعني حلوة معقولة في المسألة دي ما كتلت يبقى طلب كتلة حاطين الرقم دي زرة يبقى دي عدد الزرات تتبقى تحت عدد افو جادرو دي فكرة المسألة يبقى فيها زرات اكتب عدد افو جادرو فيها كتلة يبقى فيها كتلة المولية تمام طيب الكتلة المولية بتاع السوديو تلاتة وعشرين وعطالة فق اي عدد افو جادرو معروف عدد هو طلب الكتلة يبقى اكس جرام عدد الزرات بحطها تحت عدد افو جادرو حاطل ضرب طرفين فاصلين يبقى اكس كتلة اكس كتلة فين اي مضروبة في عدد افو جادرو تمام طيب الرقم اللي فقى تلاتة وعشرين مضروف في تلاتة ايه واحد من مية فعشر وس ايه اتنين وعشرين تمام ولا تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين طبعا هنكنسل حاجات مع بعضها هتلاقي الناتج طلالي حداشر ونص اللي هي رقم ايه سي دي المسألة رقم تسعتاش اخر مسألة في المجموعة اللي انا مجمعها لكم مع قيمة الكتلة المولية لمركب ثاني كورومات البوتاسي طبعا دي مسألة في اول باب التاني وسهلة جدا وعطيني الاعداد الايه الكتلية او العدد الكتل بتاع ايه كل زرة موجودة وقطر خيره كتاب لكورومات البوتاسي يعني ممكن في المتحامة يجيب ليش كورومات البوتاسي خلاص يبقى سي ار تو او سيفن نحسبها ازاي عادي هنضرب سبعة سبعة في ستاشر زائد اتنين في اتنين وخمسين زائد اتنين في تسعتاشر اتنين في تسعتاشر اتنين في اتنين وخمسين كلام دي عطيه هنا هو بضرب بس الارقام اللي تحت فيه الكتل اللي موجودة بيطلع لي متين اربعة وتسعين اللي هي حرف ايه سي دي كان اخر حاجة النهاردة في مسائل النهاردة عشرين مسألة وبعتبر هزي كابسولات فعلا من الاسم اللي انا نسميه كابسولات ليلة ليلة الامتحان يعني حاجات مهمة بمعنى صح امرر عليكم بسرعة كده الورقة مع الكاميرا خطوة خطوة كده عشان برضو نبص فيها ونفكر فيها اكثر من مرة ونشوفها اكثر من مرة عشان يستفادك مش عشان مشاهدات ولا سوق ظن من بعض الناس تمام اهو تمام يبقى كده لغاية كام خمستاشر اخيرها ايه اخيرها لغاية اللي هي تلاتة لعشرين ايه ميل تمام يبقى دي ايه اول ورقة النهاردة اللي هي من حداشر لخمستاشر بقيت المسائل من ستاشر كاميرا معكم اهو سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر تسعتاشر اشري مسائل حلوة ما شاء الله مستر مصطفى رجب وحييكم مدينة ضمياط الجديدة وقبل ما اختم هقول لكم ان شاء الله الفترة الجاية تلخصات كاملة زي ما وعدتكم طبعا تقريبا لسه باقي النهاردة سبعتاشر حوالي باقي كام عشر تيام او حداشر يوم او اتناشر يوم نعمل تلخصات لكل واحدة كده ان شاء الله يعني ممكن الاحياء نعملها في ورقتين الباب الاول في ورقة والباب التاني في ورقة تلخصات مركزة جدا يعني يتبص عليها كده بسرعة بورقة وقلم نمسك كل حاجة في الدين نفس الكلام قوانين الفيزياء باذن الله عملها لكم في ورقتين قوانين الكيميا كلها عملها لكم في ورقتين دي مسائل وحل مسائلها دي طبعا بتاخد ايه وقت اكتر لسه النسبة المقاوية لسه طبعا ايه النتج الفائل والنتج النظري وعندنا اسئلة بقى في الباب التالت سهلة وما فيهاش كلام الباب الاول برضو هنالخصه لكم تلخص ايه قوي او قوي وقليل عدد الورق في الليل ان شاء الله اللي مشتركش معنا في قناتنا اشترك باذن الله ويضغط على الجرس ويختار الكل علشان يوصل لكم كل جديد وباذن الله نتعاون سويا رقم الواتس انا كتبته لكم اكتر من مرة الواتس يا جماعة نكتبه علشان اعمل لكم حصة زوم مجانا ان شاء الله مراجعة شاملة لكل حاجة يعني مراجعة شاملة الرقم اهو عندكم 0-11-4-9-6-0-8-4-9 ياريت اليوتيوب كله اللي معانا يشترك في الواتس بس هتبقى حصة مجانا كويسة ان شاء الله ونعرف مع بعض الترمي التاني هنشتغل امتى ونشتغل ازاي وكل البيانات هتبقى معنا في حالة ان شاء الله يعني ممكن يكون اه مثلا يوم السبت ان شاء الله او الحد السبت او الحد هندي حصة مركزة حتى لو هنقسمها جزئي حاجتين مع بعض بس نضيف ارقامنا واللي يدخل ع الواتس يقول الاسم عشان فيه ناس بتقول انت بتسأل ليه الاسم والعنوان والسنة الدراسي والسنة الدراسي نعملت كده مع تالت اعدادي وكوننا مجموعة زوم حلوة واشتغلنا مع بعض وكانت حصة حلوة في بداية الترمي التاني بالنسبة لهم لان هم ترمين زي ما انتوا عارفين في مكان واحد او في وقت واحد بخلاف كنتم المهم اللي يدخل الواتس يقول الاسم والعنوان والسنة الدراسية عشان ما نضيعش وقت عشان نعمل جروب خاصة بالزوم لأول سنة ونفس الكلام هيبقى لتانية سنة ان شاء الله يبقى الرقم دهول أول سنة والتانية سنة طبعا اي حد بيسمع نعرف احنا نعمل ايه نخش على الواتس ونقوم كتبين التلات حاجات دول عشان ما ضيعش وقت اقول لكم الاسم والعنوان والسنة الدراسية والسنة دقيقتين تلاتة على مفكر هنبعت الاسم يا جماعة ده تعارف ما بين المصدر وبين اي طالب او طالبة انتو ابنائي يعني ما بقول لكوش هاتو ارقام تليفونات ولا حاجة انتو خلاص دخلتم معاها الواتس بطلب التلات حاجات دول ليه عشان بعمل جروب واتس بالاسم خلاص عشان اللي يستزر فكنسله الحمد لله اولا سنة وتانية سنة وما فيش استزراف المرحلة الادادية بس اللي كان فيها شوية كده وربنا يسهل ويزبطه ان شاء الله برضو بطلب الاخ اللي طلب ليقول انت عاملها غلط تقريبا كده غلط غلط انك انت تقول للمصدر ده سيبي الحاجات دي بقى المرحلة الايدادية فيها لبخ كتير لكن انتو خلاص احنا قلنا كبرنا بقى انا في قولة سنوة هنروح تانية سنوة كمان ست سبع شهور يعني بلاش كلمة تقول للمصدر حتى لو هي غلط يعني ممكن تقول ممكن توضع حالة يا مصدر وليه ما عملناش كزا بتاع بخار الفصفور احنا قلنا في عدد الزرات وعدد جزيئات بناخد الكتلة الاصلية هو كتب لبخار مية عشان يلاخبطن في المسألة بخار مية بتكتب في اي حاجة اي طرقة تانية غير الايه عدد الزرات وايه وعدد المولات لان ما لاش علاقة ببخار بالبخار بتاع الفصفور او الزرة الاصلية بتاعت الفصفور فاحنا بنتعامل مع الكتلة الزرية العادية بتاعت الايه الفصفور شكرا لكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة